أطلقت مؤسسة حياة كريمة قافلة علاجية جديدة بقرية البصال التابعة لمركز كومومبو بمحافظة أسوان شارك في هذه القافلة أطباء وأطقم التمريد من عشرة تخصصات إضافة لمعملي الدم والآشعة والصيدلية ضمن جهود مؤسسة حياة كريمة للتخفيف عن كاهل المواطنين في مختلف النواحي وتحديدا الرعاية الطبية أطلقت مدرية الصحة في أسوان قافلة علاجية جديدة بقرية البصال التابعة لمركز كومومبو النهاردة نحن في قرية البصال التابعة لمركز كومومبو محافظة أسوان النهاردة معنا التخصصات الطبية المختلفة معنا كمان التسقيف الصحي اللي بنبدأ به قافلتنا اللي نعرف به بخدمات القافلة كمان معنا الكشف المباكر على أمراض السكر والضغط يوجد عندنا في الصيدلية 130 صنف أكثر كشف عندنا بالمجان احنا هنا التمريض موجود من أول اليوم تابع للدكاترة وبنمشي آخر اليوم برضو القافلة شارك فيها أطباء وأطقم تمريض من عشر التخصصات إضافة لمعملية الدم والأشعة العادية فضلا عن وجود صيدلية توفر بها أكثر من 130 صنفا من الأدوية التي تم صرفها بالمجان كما بدأت القافلة بالتثقيف الصحي وجامع فتيات والسيدات القرية واستمرت أعمالها لمدة يومين جاءتنا قافلة طبية في قرية البصالي ونشكر الرئيس على فتاح السيسي جاءنا علاج مجاني وتساكر مجاني كل حاجة مجانة الناس خدمون على أكمل هج الدكاترة والمرضين والوحدة وكله واشكروا واشكر الرئيس جهود كبيرة تقوم بها مؤسسة حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقا من حرص واهتمام الدولة بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة للجميع